شارك الدكتور محمد إبراهيم العسيريا الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات بدعوة من المنتدى الاقتصادي العالمي المنتدى انعقد بحضور أكثر من 6 ألاف مشارك من 125 دولة وقيادات أكثر من 720 شركة من مختلف أنحاء العالم وحول مشاركته قال العسيري إن منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات يمثل أكبر تجمع سنوي في العالم لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية ويوفر منصة للتعاون وتبادل المعلومات وأشار إلى أن موضوع هذا العام هو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الرفاهية والشمول والمرونة وتدعم القمة العالمية التعاون بين مجتمع المعلومات لتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأضاف أن المنتدى انطلق في منتصف مارس ويستمر حتى بداية يونيو المقبل وطوال هذه المدة سيتاح للمشاركين الاطلاع على أحدث التوجهات فيما يتعلق بالتكنولوجيا واختتم العسيري أن مملكة البحرين وبفضل الرؤية الثاقبة لقيادة جلالة الملك المفدة تشهد حراكا تكنولوجيا يواكب المتغيرات العالمية ومنها التحول الرقمي كما أن البنية التحتية للمملكة قادرة على التوسع والتكيف مع كافة متطلبات المستقبل ترجمة نانسي قنقر